الأرقام والإحصائيات المعلنة حول أعداد الضحايا وحجم الأزمة في اليمن أقل بكثير من الحقيقة وما يرى ليس إلا رأس جليد المعاناة التي يختبئ حجمها الحقيقي بعيداً عن الأنظار والقوائم الرسمية هذا ما أكدته ميليسا باركي عضو فريق الخبراء البارزين الأمميين في تعقيب لها على تقرير الفريق الذي صدر مؤخراً حول الانتهاكات في اليمن دقت باركي نقص الخطر وكشفت الغطاء عن حجم المأساة المخفي حيث قدرت أعداد الضحايا في اليمن منذ 2015 بعشرات الآلاف من القتلى أرقام مخيفة تفوق الأرقام الرسمية المعلنة حول جرائم الحرب التي ترتكبها الأطراف في اليمن اعتبر الفريق الأممي قصف قوات التحالف لمركز علاج الكوليرا التابع لمنظمة أطباء بلا حدود جريمة حرب محتملة وأكد أيضاً وجود معتقلات سرية تابعة للحوتيين والإمارات يصعب الوصول إليها مشيراً إلى أن الإمارات في جنوب اليمن تقوم بتعذيب كافة المعتقلين بما في ذلك النساء كما ترتكب اعتداءات جنسية داخل المعتقلات بحسب المسؤولة الأممية فقد وثق الفريق وقائع اقتصاب نفذتها القوات المدعومة إماراتياً في مراكز اعتقال سرية وأشار إلى احتمال ضلوع أطراف الصراع بما في ذلك السعودية والإمارات في جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي اتهام عضو فريق الخبراء الأمميين ميليسا باركي للإمارات بالضلوع في جرائم حرب في اليمن أتى بعد تسليم الفريق قائمة سرية للأمم المتحدة نهاية أغسطس الماضي تضمنت أشخاصاً من الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية قالت إنه يشتبه ارتكابهم جرائم حرب وبعكس نسخته الأولى الصادرة قبل عام كشف التقرير الثاني للفريق الأممي بالتفاصيل الجرائم الدولية التي ارتكبها التحالف كما صلت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات في اليمن ولفت التقرير أيضاً إلى جرائم قصف الحوثيين للمدن وتجنيدهم للأطفال وتأمين إيران الأسلحة التابعة لهم بالتزامن مع اتساع دائرة الصخط الشعبي والرفض الرسمي الصريح لدور الإمارات تتعرى سمعتها وتتكشف أوراقها في المحافل الدولية عبر التقارير الأممية والحقوقية انكشاف مهدد لحضورها ومبدد للدعاءاتها ترجمة نانسي قنقر